مساء الفول يا دكتور أهلا وسهلا عمل يا دكتور الحمد لله أولاً بنرحب بك في برنامج مساء وتشكر على تقديمة الجميلة دي ربنا يخليك دكتور حضرتك يعني غني عن أي تقديمة في حضرتك هتبقى شوية الحقيقة يعني ربنا يخليك خلينا نرحب بك الأول في برنامج مساء الإمارات وكلمنا إحساسك بتكريم مبارح خاصة بعد تكريمات مارجان القاهرة للدراما والله بص أنا يعني الشارقة تحديداً يعني لها مكانة خاصة جداً في قلبي ويمكن سمو الشيخ الدكتور سلطان القاسم يعني له أيادي بيضاء على مصر وعالصخاطة وعالمصلح يعني فهو يعني المكانة كبيرة وأنا ما باجي الشارقة لا أشعره أبداً بالغربة مبارح كان لي الشرف أن أشارك في المنتدى في حلقة حول الدراما وكان معنا ناس أفاضل وناس كبار وكان لي الشرف أن أكون معهم ثم بعد اللقاء تم التكريم لبعض الزملاء وكنت أنا واحد منهم وهذا التكريم يعني وسام كبير يعني أفتخر به وأحتفظ به وأتباها به لأنه من منبع الثقافة من منبع الفن والفنون إمارة الشارقة بما أن حضرتك اتكلمت عن عنوان الندوة كان عنوان الندوة ليه الدراما بتاعتنا مش بتوصل للغرب رأيي حضرتك كيف موضوع ليه الدراما العربية مبتوصلش للغرب رغم أن إحنا عندنا مخرجين كويسين جداً كتاب ممثلين على أعلى مستوى رأيي حضرتك إيه المشكلة فين؟ بالجزء إذا مع إنتاج متميز يبقى فيه إدارة بقى لده وهم يبقى فيه إدارة أو فيه منظومة أو فيه آليات لأنها تترجم أعمالنا وأعمالنا تذهب إلى الغرف إحنا أعمالنا الاختيار وترجمنا الجزء الأول والثاني وجد رد فائل قويس جداً برا بتحديداً مع الجناس العربية اللي موجودة في الخارج لكن هناك العديد من الأعمال محتاجاً أنها تترجم محتاجاً أنها تتنقل ولكنها لابد أن تكون مرتبطة بالبيئة والموروس والثقافة التعليم طب ما ينفعش تكون حضرتك معنا وما نتكلمش عن مهرجان القاهرة في دورته الأولى ومهرجان كأننا بنتفرج على أهم مهرجان في العالم كلمنا الفكرة جات لحضرتك إزاي وإزاي قدرت بقى يعني أنا عارف حضرتك طبعاً غاني عن التعريف بس إزاي قدرت تعملها في الوقت القصير ده بالشكل المبهر ده بصراح أكيد طبعاً وهو رحف وأعرضت على المخرجة الكبيرة الأستاذة إنعام محمد علي أن تكون رئيساً لجنة التحكين وبدأنا أنا وزملائي في مجلس إغرارة النقابة وزملائي في اللجنة التأتيفية بسنانة بسرة وزنانة نجلاء بازر وزنانة إخاء سويدان وزنانة صبرين ومجلس إغرارة النقابة كاملاً معايا والشركة المتحدة أنا أشكرها عظيم جداً وتخدير شديد هي وشركة دي أو دي لأنهم الحقيقة يعني لو لاهم كنا نبقى في مأزق شديد الحمد لله كثافة للايا دي كلها وقدرت أنا وزملائي وعلى رأسنا دكتور يحيان بقراني يعني أن نقدم مهرجان وخيل عنه أنه ولد كبيراً أكيد طبعاً المهرجان ومش بس دكتور التولد كبير لا كمان شهد علامات حاجات أول مرة نشوفها زي مثلاً تكريم الفنانة الكبيرة إلهام شهين الفنانة الكبيرة نبيل عبيد الفنانين اللي كانوا غيبين عننا زي فكري صادق وفنانين كتاب مين صاحب فكرة التكريم الفنانين الغيبين قبل الفنانين طبعاً الكبار زي فنانة إلهام شهين يعني كلنا يعني يعني مجلس الإدارة ودكتور يحيا واللجنة التعليفية أنا عرفت الفكرة وهم رحبوا بيها وطوروها وكبروها إن إحنا نعمل فكرة اسمها شكراً أسعدتمونا حلوة وأيضاً فكرة الأستوات والمخرجين مناتزين كرمته مخرجين كبار طبعاً طبعاً في حاجات حصلت بعد يعني بعد المهرجان زي موضوع الفنان فكري صادق وموضوع سعيد صالح شايف الموضوع أخد أكبر من حجمه وكانت تصريح غير مقصود أكبر من حجمه لأن الموضوع الناس فهموا أن المشكلة أن الفنان فكري صادق قال رأيه في سعيد صالح لا هو فيه منسوب إليه مكالمة مع أحد الصحفيين في أحد المواقع فيها سبت وقصف شخص الفنان فكري صادق وأعتقد أن الفنان فكري صادق وهو صديق عزيز أكبر من أنه يعني يقول هذا الكلام أو يعني سجل هذا الكلام عشان كده إحنا طلبناه لتحقيق ما هو منسوب إليه لأن فيه مثاق شرف أخلاقي بين الفنانين ما ينفعش أن أطلع أنال من زملائي أو زملائي تنال مني ما فيه بوتيبول شرف وفيه متأك شرف وخاصة بقى أن ده في ذمة الله تتكلم على واحد في ذمة طيب دكتور ما ينفعش تكون معانا وما نتكلمش عن موضوعين مهمين موضوع التصوير في أي عزة سواء لفنان أو لفنانة وموضوع الإشاعات اللي بتطلع الفنانين والإعلامين بتدولوها من غير الرجوع للنقابة أو لحضرتك عشان يتأكدهم الإشاعة الموضوع الأولاني طلبت الموضوع العزة إحنا جدنا شركة متخصصة وبنسبة 70% أو 70% الحمد لله ناكسين فيه تجاوز المواطرات والتصوير الاتجادي اللي كان بيحصل والتجاوز من بعض الأشخاص وهؤلاء الأشخاص ليسوا إعلامين أو التحفين التحفين والإعلامين بالجزء مننا وذول يقدرونا تماما ويعانونا مع عالتنا ويشاثروننا أحزاننا أما الجزء الأخذ بالإشعاعات هذا قدرنا نعم يعني من هو في نهاب الشهراء هذا قدره أكيد ولكن المسألة زادت التجاوز للحدود وإحنا تقدمنا بأدة بلغات وأنا بأشفق على يعني النيابة عندها أموم كبيرة جدا 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 فكمان إحنا نجي نحملها أعباء في ناس بتطلع إشعاعات يعني أنا بقول حسبي الله نعمل وكيل في كل من يطلع إشعاعات ويتكلم على واحد وهو عايش قد مات وده مش عارك إيه ده إيه ليه بيستفيد إيه بيستفيد إيه أنا كنت سامع أن حضرتك بتحضر قانون أو تشريع المجلس الشعب يخلي فيه حصانة شوية لفكرة عز الفنان أو الإشعاعات اللي بتطلع آخر إشعاع على الفنان الكبير عاد الإمام وحضرتك طبعا وجهة الموضوع وطلعت في كذا مكان وتكلمت عنه شايف حضرتك الموضوع ده حله بقانون تشريعي ولا الموضوع قانون أخلاقي قانون أخلاقي مش قانون تشريعي طبعا دكتور ما ينفعش بكم معنا وما تكلمناش بقى عن التمثيل يعني دكتور أشرف زكي فين في رمضان السنة دي وأنا عارف حضرتك فيه كذا عمل كده وبتصور حاجات يعني خلينا من نسبايش الأحداث يقاملوا القليلة القادمة هبلغك وحطلع معك ثاني وهقولك كل أخبار يعنفنيك جديدة بإذنه ألف شكرا دكتور شرفتنا النهاردة شكرا وانبسطنا جدا وبنرحب بيك دايما في بالنهاية مثال الإمارات أفضل يا شكرا نعم